تعلم أن الفيل من الحيوانات التي لو حزنت فإنها تعبر عن الحزن من خلال البكاء لأن رد الفعل عند الأفيال يكون متشابه جداً في رد الفعل عند الإنسان في حالة التعرض للحزن كما أن الفيل من الحيوانات التي تتأثر بالحزن جداً عندما تفقد أحد أولادها الصغار وتظل في هذه الحالة العديد من الأيام مثل ما يحدث عند الإنسان هل يمكنك القفز يا عزيزي؟ إذا كنت تستطيع القفز فأنت بذلك تفوقت على الفيلة تعد الفيلة من الثديات التي لا يمكنها القفز ولست وحدها هناك العديد من الحيوانات التي لا يمكنها القفز كالكسلان وأفراس النهر ووحيد القرن لكن الفرق بين الفيلة وبين هذه الحيوانات الأخيرة أنها تستطيع أن ترفع جسدها عن الأرض باستخدام أقدامها الأربعة بذات الوقت عند الجاري ولكن الفيلة لا يمكنها فعل ذلك وها هي الطريقة الوحيدة التي تجعله يقفز مرتفعاً عن الأرض ترجمة نانسي قنقر